السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومواكم ومثوانا ومثواكم يا رب الحلقة اليوم مختلفة عن باقي الحلقات اللي بهذا الحقيقة حلقة اليوم يعني تعتبر حلقة استثناء حلقة اليوم هي عبارة عن نقاش مفتوح مع شخص الحقيقة مثير جدا هو شخص قارئ ومطلع بشكل كبير على علم الأساطير سمعتوني علم الأساطير وفي الأقوال اللي غير مذكورة بالقرآن والسنة ولا تعارض ما فيها ولكنها تفسر الكثير من الأشياء الغامضة في هذا الكون معنا اليوم يمان الكبير يمان كيف حالك يمان ومنور هذا القناة الحقيقة يا أهلا وسهلا بالشيخ أنا سنتل بنور وشكرا على الاستضافة الجميلة هذه بقناتك وتقريبا هذه ثاني مرة ثاني مرة نسوي هذا الجوم من الحلقات فإن شاء الله هذه المرة يطلع بشكل أفضل وبأريحية أكثر وحيكون الكلام نوعا ما أحبي كأني أنا وأنس قاعدين نسالف ما بين بعضنا بدون كاميرا أي وقبل ما نبدأ هذه الحلقة الحقيقة حاب أقول لكم شي مهم الحقيقة ترى هذا النقاش مفتوح وكنا جالسين في نفس المجلس وبيكون نقاش جدا حبي ليش أنا بقول لكم ليش حنا بدأ موضوع هذا النقاش أول ما تكلمنا أنا ويمان قبل ممكن تقريبا شهر تقريب بدنا ندخل في أمور عميقة جدا وهو ما شاء الله عنده الكثير من العلم في علم الأساطير والأمور دي فكانش الأمر مشوق فيعني الحقيقة يا مان أبو أبدأ نقاشا هذا الحقيقة بسؤال يعني قوي شويتين سؤال الحقيقة يعني يدور في ديني فترة طويلة لأن الحقيقة أنا بحثت عن هذا الموضوع فكان الصعب أني أجد إثبات قوي قوي وشي يعني مثبت أو قصة حقيقية للمسألة دي فحب أنك تعطينا عن موضوع الحن والبن هذا لأن الحقيقة أشوف الكثير من اليوتيوبرز ومن الصانعين المحتوى يتكلم عن هذا الموضوع وأنا الحقيقة فتحت بعض الكتب وما وجدت يعني الكلام الواضح والصريح يعني الكلمة الصريحة فإيش اللي لقيت من بحثك ومن السنين اللي جاست تبحث فيها عن القصص وعن الأساطير وهل لها دخل في الأساطير هل هي حقيقة هل هي منظر بالخيال يعني خلينا نبدأ أنت تبغانا نتكلم في الحن والبن عشان نقدر أولا نعطي نبذة تعريفية عنهم للشخص مثلا اللي ما قد سمع فيهم الحن والبن المفروض أنهم مخلوقات ما أكتع واردك يا إيمان ما أكتع واردك بس هل هم حقيقة ولا لا لا يعني هل هم مذكور يعني فيه قول ثابت شوف قول ثابت في القرآن والسنة لا ما هو في القرآن والسنة هتكلم يعني تاريخيا يعني المؤرخين أكيد في القرآن والسنة اللي هو فيه الآية هذيك وإذ قال ربك الملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسكوا الدماء ونحن سبح بحمدك ونقدسوا لك قال إني أعلم وما لا تعلمون ما لا تعلمون خليني أبدأ لك الموضوع من الصفر أول شيء إحنا بمعنى هذه الآية إحنا مفسرين في القرآن إحنا ناخذ الأقوال يعني إحنا ناس بسطاء في النهاية ورواة قصاص مهتمين في التاريخ معنى هذه الآية اختلفوا عليه كثير ففي ناس أو في مؤرخين أو في الأشخاص المفسرين كانوا يقولوا إن كان في خلق في الأرض غير الجن قبل ما الله يخلق آدم والبشر وليش ذكروا إن هذا الخلق ما كان من الجن لأنه مذكور في الآية إنه فيه سفك للدماء والجن المفروض إنه ما عندها دماء الله أكبر صحيح ممتاز لأنها مخلوقة من مارج من نار وصفاتها غير صفات البشر أو الإنسان يعني أو صدقا في ناس يقولوا حتى لو مخلوقة من مارج عشان نكون مع كل الأطواف حتى لو مخلوقة الجن من نار هذا لا يعني إنه ما يكون عندها دم يعني إحنا مخلوقين أيضا من طين وعندنا دم فما هو رابط الموضوع على كل إن أشاهد بالأمر أشاهد بالأمر أنه في بداية الخلق الجن كانوا مخلوقين قبل البشر هذا شيء معلوم ومثبت الجن موجودين قبل البشر ولكن يقال إنه فيه خلق كام قبل الجن قبل ما يخلقوا الجن هذا الخلق هم الحن والبن وكانوا يوصفوهم الناس أو المؤرخين أو الرواة بأنهم يعني كمخلوقاتهم قريبة لشكل الإنسان لهم رأس لهم يدين وأحيانا يقولوا إنه مثلا يديهم أو أطرافهم أطراف بشرية لكن رأسهم يشبه رأس الأسد أو يشبه رأس حيوان معين فخلقهم ما هو شيء مؤكد يعني صورتهم ما هي شيء مؤكدة كيف كانت مختلف على الأمر هذول كانوا خلق غير عاقل بمعنى آخر أنهم غير مكلفين بالعبادة احنا نرجع ونقول احنا نتكلم بحسب ما يروى يعني من الأساطير ومن الأسرائيلية ما عليش ما عليش هيمان إذا كانوا غير عاقلين وهذا يعني سؤال الحقيقة وجيه إذا كانوا مهم عاقلين في كيف يعني كيف خلهم الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض الخليفة هو لازم يكون عادل لازم يكون يميد صح بس هو في الآية الله سبحانه وتعالى يقول إني جعل في الأرض خليفة يعني هو الآن سبحانه وتعالى سيخلق الخليفة لهم البشر لكن الموضوع اللي ما قبل البشر ترى ظل غامض ما قبل البشر في القرآن ما ذكر لنا شيء إيش كان قبل البشر وفي معلومة بعد لازم نقولها القرآن بشكل عام هو ما هو كتاب قصصي هو فيه بعض القصص وأحسن القصص لكن ما هو كتاب يعني جامع لكل القصص لأن هذا ما هو أساس القرآن القرآن دين فعشان كذا إحنا لا نضايق إذا سمعنا كلام أو معلومة أو قصة ما ذكرت في القرآن هذا شيء طبيعي جدا على كل هذول الخلق اللي يقال أنهم ما كانوا عاقلين أفسدوا في الأرض يعني قتلوا بعضهم حتى كان يقال أن كان تزاوجهم مثلا ما بين بعضهم تزاوج سيء فمثلا هذا الحن عادي يتزوج من أمه والأخت تتزوج من الأب يعني كان في عندهم لخبطة أيوة يعني صار لخبطة ففي هذه اللحظة بالضبط ففي هذه اللحظة يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والجن مخلوقات عاقلة مأمورة بالعبادة نفسها نفس الأنس ما تختلف إلا بالخلقة هم من طين وهم من مارج من نار على كل لما خلقوا الجن ووضعوا في الأرض أمروا أنهم يقضوا على الحن والبن عمرهم الله أنهم يعني الله خلقهم عشان يقضون على الحن أيوة عشان يقضون عليها وهم اللي يستوطنوا الأرض هي تصير الأرض ملكهم ويصيرهم الخلفاء في الأرض ويقال أنهم فعلا قامت حرب ما بين الجن وما بين الحن والبن والجن قضوا على الحن والبن تماما بعدين صاروا هم يعني أساس هذه الأرض وعاشوا فيها لوحدهم لمدة ألف سنة الجن في الأرض وكانوا يعبدوا الله ولكن في آخر الألف سنة هذه كما يذكر عصوا الله سبحانه وتعالى وأفسدوا أيضا في الأرض فهنا في هذه اللحظات إحنا قاعدين نتكلم عن ما قبل البشر في هذه اللحظات يقال أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة إنها تنزل إلى الأرض وتخوض حرب مع الجن عشان يعني تقتل منهم هذول المفسدين ويعني مثل ما يذكر أنها تضع مساحة للخلق الجديد اللي حيخلق اللي هم البشر أو اللي هو آدم بس أنا عندي سؤال يا يامان ما أكتع واردك على مسألة أن الملائكة نزلت تحاري هذه فعليا أنا قريتها برضو في التفسير اللي موجودة في القرآن يعني المفسرين قالوا بأن الملائكة فعليا طردت الجن ما قالت أنها حاربتهم بس طردتهم لأن الجن ما يقدرون في الملائكة ملائكة أقوى وأشد وأكبر وأعظم في يوم نزلت على الجن هربت الجن إلى البحار أو شيء زي كده أنا هذه قريتها والحقيقة سويت فيها مقطع قبل كده يعني يعني باقي المعلومة في ذلك كويس ذهبوا إلى البحار صحيح ذهبوا اختبعوا من الملائكة في البحار وفي الجبال وحتى شفت في هذه النقطة التي هي تقريبا على ما أعتقد أنها مثبتة دينيا نقطة أن الملائكة نزلوا إلى الأرض ويعني أخرجوا الجن منها أو قتلوهم أو شيء من هذا القبيل في هذه النقطة يقال لو طالع أسطورة أن الملائكة لقوا إبليس في هذاك الوقت من بين الجن كان مولود وفيها أيضا مقالتين تخيل يعني عالم الأساطين عالم مفتوح ففي مقالتين عن إبليس لما نزلوا الملائكة وحاربوا الجن ولقوا يقال أنه كان هو الجن الوحيد الذي يعبد الله ما بينهم أنه كان جني بالغ عاق الراشد وهو الذي يعبد الله ما بينهم ويقال وما كان طفل؟ ويقال أنه كان طفل ويقال أنه كان طفل فمختصر الأمر في إبليس أيضا في إسطورة إبليس إبليس أخذوه الملائكة لأنه وجدوا عابد ورفعوا إلى السماء وفي هذا الوقت انتهى زمن الحن والبن وانتهى زمن سيطرة الجن على الأرض وبدأ الخلق الجديد في السماء طبعا بعد مدة لا يعلمها إلا الله موضوع الحن والبن خلينا نرجع لنتعمق فيه أكثر إحنا نقول أنه ما هو مثبت دينيا في الدين ما ذكر لا نفي ولا أثبت يعني ما في شيء إحنا يبين لنا أن أول البشر أول الخلق هو البشر والجن فقط فهذا علم لا يعلمه إلا الله وإحنا يعني نجتهد من باب الفضول فقط لكن في ديننا الإسلامي إحنا عارفين أن عمر البشر عمرنا إحنا كبشرية في ديننا الإسلامي ما بين الأربعين ألف إلى سبعين ألف سنة وهذا السؤال الثاني اللي كنت بأسألكي مدة ما هي بعيدة مدة ما هي بعيدة أي ما هي بعيدة يعني ما بين وقتنا الآن إلى وقت آدم ممكن تكون من أربعين إلى سبعين ألف سنة لكن لما تيجي وتقرأ في المثال وكالات الإعلامية أو العلماء الغربيين تسمع أنهم يقولون لك على سبيل المثال وجدوا هيكل عظمي بشري من 2 مليون سنة أو عمره 3 مليون سنة وهذا السؤال اللي كنت أبأسها لك يا إيمان كنت أبأسها لك يعني إذا كانت فعليا هم وجدوا هذه الأحفرات أو أن هذه الجماجم اللي قالوا أنها من مليون في بعضها والله من مليون أو 500 ألف سنة في مليون و 200 ألف سنة هذه اللي يقولون أنها أقدم واحدة أقدم هيكل عظمي وجدوه في أثيوبيا على ما أعتقد في أفريقيا في أثيوبيا تحديدا نتخيل الرقب مليون و 200 ألف مليون و 200 ألف يعني الحين تروح يعني لقبر جدك يعني الله يرحمه ولا جد جدك ما بتلقى منه إلا يعني يعني ما بتلقى منا شيء يعني بتلقاها تراب ترى كلامك صح وأنا بقولك عن تجربة يعني هو مو بكل الناس بعد قد شافوا موضوع أنهم حفر قبر جدة وشاف أنه ما ظل منه شيء أنا جدي أبو الوالد الله يرحمه لما توفي بسبب المكان وضيق المكان اللي كانوا عايشين فيه دفنوا في قبر أبوه يعني جدي دفن في قبر أبوه فلما حفروا القبر عشان يعني يدفنوا ما لقوا إلا القليل من العظام وهو جدي يعني هذاك جدي الآخر اللي هو أبو جدي ما لمدة طويلة متوفي يعني 10-15 سنة كان قبل وفاة جدي وما كان فيه للقليل من العظام جمعوها بكيس جمعوها بكيس وخلوها بالقبر ووضعوا جدي يعني في القبر ودفنوا فما بالك بهيكل عظمي من مليون ومئتين ألف سنة يعني حال ممكن يكون باقي منه صراحة سوى العصعص اللي هي شيء لا يذكر وممكن إذا شافوا يروح مع الحصع يعني هذه وجهة العوامل فعليا عوامل التعريه عوامل التعريه زي ما حنا نعرف إنها تحفر حتى الحجر تغير أشكال الكون عوامل التعريه فكيف لك بجثة هذا الإنسان اللي يعني اندفن تحت الأطنان والأطنان من التراب من التراب ومن الرمال ومر عليه أمطار والصواعق يعني نقدر نقول إن المسألة إن الإنسان عاش أكثر من مليون أو مليونين ممكن تقريبا برب من الخيال أول شيء بس ليش يعني هنا المسألة ليش يكذبون أنا بذكر لك أنا بذكر لك أنا ليش ذكرت الموضوع بالأساس لأني بربط لك ها في الحنو البل في ناس أيضا من هوات يعني مثل ما قالوا توسيع المدارك والبحث في المجهول قالوا إن هذه الهياكل العظمية ما هي هياكل بشر ما هي هياكلنا إحنا البني آدم لا هذه هياكل الحنو البن اللي كانوا موجودين أصلا قبل لا نخلق ونسكن في الأرض قبل لا ينزل النبي آدم عليه السلام إلى الأرض فهذه إحدى المقولات اللي تحاول تفسر وجود هياكل بشرية عمرها مليون سبحان الله يعني يعني احتمال أن الجماجم اللي اللي لقيوها هذه مع أنها يعني برضو مهم مقنع لكن احتمال أنها تكون للحن والبن اللي موجودة كأسطورة مذكورة في حال كانوا هم صادقين في حال كان هذول علماء صادقين لأن إحنا في النهاية يوصلنا الخبر إي إحنا ما يوصلنا نظرية تطبيق العلم صدقا مهما كان إحنا يوصلنا الخبر ومعادلة كيف حسب العمر لكن ما تقنعني أنه في واحد مننا راح جاب أعظام وجرب أنه يستكشف كم عمرها فإحنا ما ندري هل هو صحيح ولا كذا على كل ممكن أيضا أحد الأشخاص يخطر في بال أنه إحنا كيف استنتجنا عمر البشر في الأرض أنه من 40 ألف إلى 70 ألف سنة فقط الاستنتاج هذا تلقوه في رواية لابن عباس رضي الله عنه كان يذكر أنا ما أذكرها كاملة لكن لما تبحث عنها هتلقوها كان يذكر أن ما بين النبي آدم عليه السلام والنبي نوح عشر قرون صحيح وما بين النبي نوح والنبي إبراهيم على ما أعتقد عشر قرون وما بين النبي إبراهيم والنبي موسى 700 سنة إن ما خاب ظني إلا 700 وما بين النبي موسى وعيسى 1500 سنة وما بين النبي عيسى وإبراهيم 600 سنة عفوا ما بين النبي عيسى والرسول عليه الصلاة والسلام 600 سنة فالناس اجتهدوا أنهم حاولوا يجمعوا هذه المدة التي ذكرت بالإضافة أيضا لأعمار الأنبياء من الولادة إلى الوفاة مع بعث النبي اللي بعدها وما إلى ذلك فاستنتجوا أنها كلها على بعضها ممكن توصل إلى 40, 50, 60 لكن لا تتجاوز 70 ألف سنة وحتى إحنا لما نفكر فيها يعني بمنطقنا أنا وجدت الحين وليك تعوارتك وجدت الكلام اللي أنت تقولها لابن عباس بحثت عنها الحين فطلعتها بس برضو عجل ننقل المشاهد الصحيح وفعليه هو الحافظ ابن حاتم بن حبان في صحيحه يعني عن ابن أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نبيا كان آدم قال نعم مكلم قال فكم كان بينه وبين نوح قال عشرة قرون قلت ابن كثير وهذا على شرط مسلم ولم يخرج عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهما ألف سنة هذا من موقع إسلام السؤال وجواب ممتاز ممتاز على كل إن هذه أيضا رواية أخرى وفيه يعني لو تبحث أكثر وتلقى أكثر من رواية عن المدة الزمنية اللي كانت ما بين الأنبياء نوقف عند نقطة كذا صغيرة آنس إحنا لما تربينا في الصغر كنا نسمع عن الديناصورات أيوة أكيد مر عليك يا بوثائق يا بأخبار يا بكارتون بسبستون بشتى الأنواع قد مرت عليك والناس كانوا عايشين في لحظة أو في وإلى الآن ما زالوا إن هل الديناصورات حقيقة ولا ما هي حقيقة وهل إحنا عشنا في زمن الديناصورات أو كانت قبلنا إلى أن وصلوا أظن إلى يعني فكرة إن الديناصورات كانت في الأرض قبل البشر هذا ما يقوله العلم تمام وفي ناس تحب تصدق هذا الكلام فأنا بس حب أوجه كذا مثل ما يقولوا رسالة أخوية عبارة عن تخاطر عقول بما أننا إحنا نقتنع في كلام الغرب بالأساطير اللي تذكر لني أنا أعتبر أيضاً الديناصورات أساطير يعني الصدقاء أنا برضو ما أقتنع بالهياك العظمية حق الديناصورات بمعنى أسبر 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 نوقف عندنا هذه النقطة برضو أنا عندي كم سؤال على سالفة الديناصورات ليش أنت تكذب بالديناصورات وبرضو تكذب بالجماجم ليش أنت جالس يعني تنفيها كاملة مع أنها مثبتة يعني وشفناها في يعني تدخل الحين متحف بتشوف العظام هذه اللي قائمة كاملة هل لها مع ليش برضو هذا السؤال هل للديناصورات دخل في الحن والبن هل كانت مذكورة يعني مع الحن أنا ليش ليش جيت بذكرها أنا بذكرها لأنه هي جزء لا يتجزع بالنسبة لي من أسطورة الحن والبن بما أننا إحنا نأخذ الحن والبن كأسطورة كأسطورة ما كانوا موجودين ما كانوا موجودين ليش نروح ونصدق لأنها ما هي مذكورة بالقرآن طبعاً أغلب الحجج يعني الذي قال قال نحن لا نصدق الحن والبن لأنه لا يذكورها في القرآن برضو قدوناَوN سورة لا يذكورة حتى في القرآن ألطату هل أيضاً واديناسورات لا يذكورة في القرآن لماذا احنا نصدق كلام اهم وما نصدق اهلنا من رواة التاريخ يعني المسلمين مثلاً ابن كثير ذكر الحن والبن ابن كثير منه .. ابن كثير رجل كان تلميذ ابن تيمية ابن تيمية صحيح ورجل يعني له باع في أمور التاريخ وألف سلسلة البداية والنهاية اللي جامعت لكل تفصيلة مرت على هذه الأرض فإحنا ليش ما نصدق رجل زيه حتى لو ذكرها مو بمعنى الإثبات لكن ذكرها من باب الذكر ما نصدقه ونقول هذه كل كلها كلامة غلط ونصدق موضوع يدي هنا صورات يعني فعشان كده أنا قلت الكلام وأزيدك أنا فهمت وجهة نظرك يا يمان بس عشان توضيح للمشاهد يمان يقول لك الحين أن الديناصورات منقولة عن بشر بروا يعني يقول لك اللي في المتاحفة دولة جايبي لك العظامة هذه خلاص أنت ما شفت يوم بحثت عنهم يعني أنت ما بحثت معهم عن هذه الديناصورات هذا واحد أنت ما شفت من وين طلعوا هذه الديناصورات هم جلسين يقولوا لك هذه الديناصورات ديناصورات عاشت قبل كده 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 عمرها كده 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 هلاص وكذلك واحد مسلم يعني كان تلميذ عندي ابن تيمية يقول لك أن الحن والبن كانوا قبل بني آدم على وجه الأرض فأنت ما بأ يعني أنت تأخذ من هذا الشخص الديناصورات بس ما تأخذ من المسلم إذا بتكذب كذب لاثنين أو صدق لاثنين بس في بعض الناس يا يمان يقول لك أنا شوف الديناصورات انتهينا أنا صدق عيني صح له وجهة نظر ماذا تقول لك؟ لا أنا أقول له أنه له وجهة نظر له وجهة نظر لكن أنا صدقا يعني إحنا في زمن أناس في زمن كثر فيه الهرج والمرج والكذب وفيه أشياء يعني حتى أنت ما تتخيل أنه معلش ما أبغى أسمي أقول غرب أبغى أي ما نبغى نذكر مصطلح ما تصدق أنهم يكذبوا فيه أمر زي كذا لأن تحس أنه ما فيه جدوى لكذبهم مثلا فيه موضوع الديناصورة يعني ما هي السبب؟ بعد مدة زمنيتك تشوف أنه كان فيه سبب يعني أنا ما أقدر أجزم لك في الأمر لكن أبقول لك قصة الحن والبن تدري أنه مو بس هم المذكورين في التاريخ أنهم عاشوا قبل البشر في 28 أمة أظن اللي ذكرها أظن أيضا ابن هباس الحن والبن والمد والسن والغن يا ساتي أظن يعني لو تعد كل الحروف الأبجدية بكل حرف أمة في 28 أمة مذكورة مع الحن والبن لكن الرائج عندنا إحنا فقط أسمع الحن والبن وكل أمة من هذه الأمم يعني هم كانوا بما ذكر كانوا عايشين في زمن واحد في زمن تواجدهم كان زمن واحد مو أمة راحة وأمة جت هذه الأمم كانت مو كلهم أشكالهم زي البشر أيضا كما ورد يعني مو كلهم مثل ما قيل أن الحن والبن جسم إنسان ورأس أسد على سبيل المثال لا يقال مثلا إن مثلا الغن كانوا حيئتهم كبيرة جدا ترى عادي جدا ممكن إحنا مختلفين بالمسميات والغرب مختلف بالمسميات وأخر شي طلعوا هذول هم الديناصورات يعني ترى صدقا الموضوع ما فيها ممكن يعني ما في حدود إيه ما في حدود وممكن للوهلة الأولى يكون مضحك بعدين تشف إنه منطقي الديناصورات بالنسبة للغرب لو إحنا مصدقين إنهم فعلا كانوا موجودين في الأرض وأنتهوا بسبب نيزك ضرب الكرة الأرضية هذه الديناصورات موجودة قبل البشر بالنسبة للغرب والحن والبن والمد والسن والغن أيضا عندنا كمسلمين موجودة قبل البشر ممكن يكون الأصل واحد في الأمر ممكن يكون إن هذول هم نفسهم هذول يعني أنا ممكن أصدق موضوع الديناصورات أنا ماني نافي الصراحة بشكل كبير لكن أنا إنسان أتبع التشكيك في هذه الأمور أنت تكذب حتى يكون في دليل فتصدق يعني هذا النمط البحثي حقي في أمور العلم ليش؟ في أمور علم الغرب تحديدا ليش؟ لأنهم عودون إن دايما يكون في عندهم غضب صدقا بعدين يعدل حتى في قوانينهم يعني بس ما نبغى نخرج عن موضوع كثير حتى في قوانين حتى في قوانينهم وفي نظرية مدري كانت لأينشتاين مدري لنيوتن مشكلة يعني تداخلت علي الأمور ضربت قبل سنة لما صوروا ثق بالأسود النظرية كانت تدرس لها مئة سنة في المدارس بعدين طلعت صح صحيح الثق بالأسود وليس الثق بالأسود اللي في الكون يقول لك إن النجم إذا مات يتحول إلى بقعة سوداء وشيء كذا في الكون شيء من هذا القبيل يعني إحنا ما نبغى نخوض في الموضوع لأن أنا مني منذكرة لكن كان في نظرية علمية تدرس لمئة سنة وضرب فليش ما تضرب؟ يضرب علم زي هذا مع العلم أن أغلب نظريات المسلمين القديمة اللي كانت في العصورة الذهبية للمسلمين يعني ما قد سمعنا أن واحد كان مألف أو اخترع للنظرية بالعكس كل علوم المسلمين اللي من ضمنهم أيضا العالم ابن كثير ترى ابن كثير عالم مو بشرط العالم يكون مخترع ممكن يكون عالم في التاريخ في التأريخ في التفسير فهو أيضا عالم مقصدي من هذا الكلام علماء المسلمين كانوا صراحة يخرجوا علمهم نقي صافي صادق فأيضا يعني الكلام اللي مذكور عند ابن كثير أيضا ممكن يكون صحيح ومثبت اللي في موضوع الحن والبن وممكن نربطه في موضوع الديناس الحين عشان ما نخرج عن موضوع أنا يامان نرجع لموضوع البشر ونخرج من موضوع الحن والبن وننتقل عبر الزمان إلى ما بعد خلق آدم عليه السلام وكيف أن البشر انتشروا في العالم يعني نعرف أن آدم عليه السلام نزل في الهند وحواه قيل بأنها نزلت في عرفة وقيل فيه أقوال كثيرة في حواه لكن كيف البشرية انتشرت في العالم يعني كيف نقدر نشوف الحين نشوف يعني الإفريقي في إفريقيا والعربي في جزيزة العرب وغيرها من الجنسيات أشي يسمونا اللي هي العروق أو أعراق البشرية أعراق الأعراق الأعراق البشرية في العالم كامل قصة ما قبل الخلق اللي ذكرناها هي نرجع ونقول هي أسطورة بعد ما قبل الخلق وسوال في الحن والبن في عندنا فترة خلق النبي آدم عليه السلام ثم القصة الشعيرة اللي صارت ثم نزوله إلى الأرض مثل ما ذكرت مع أمنا حواء والتقاء خلينا نبدأ من نقطة التقاء آدم بحواء يقال أولا أنهم التقوا عند جبل عرفة لذلك سمي هذا الجبل بجبل عرفة لأنهم تعرفوا أو عرفوا بعض عنده عرفة فعلي ممتاز لكن وين المكان اللي استقروا فيه بعد ما التقوا في بعض ما هو معروف في ناس يقولوا أنهم عاشوا أصلا في مكة في ناس يقولوا لا في بلاد الشام في الجزيرة العربية لكن هذا موضوع يعني مو مهم عرفته لا يسمن ولا يغني من جوع آدم أنجبل كثير من الأبناء من ضمنهم قابيل وهابيل وشيث وآخرين يعني لم يذكر لنا أسمعهم اثنين رئيسيين عندنا اللي هم قابيل وهابيل قابيل وهابيل لهم قصة معروفة أن قابيل قتل هابيل لأنه كان يحسد لما راحوا يقدم القرابين للله سبحانه وتعالى فقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل صحيح؟ اي نعم صحيح انتهى هابيل وظل قابيل قابيل صح أنه سوى ذنب لكن بعدين يعني كان متزوج أو تزوج وتكاثر وأنجب أبناء وأبناء هذول أنجبوا أبناء وصاروا قبيلة ولكن قابيلوا أبناء وذرية ابتعدوا أو سكنوا في مكان آخر بعيد عن القبيلة الثانية اللي من نسل آدم اللي هي قبيلة تشيث تشيث أنجب أيضا أبناء وأبناء أصبر كان في أكثر من قبيلة من آدم عليه السلام نعم نعم شوف الآن من بعد النبي آدم الأبناء هذول اللي ينزلوا اللي من ذرية آدم أنشأوا قبائل لأنهم تكاثروا وتكاثروا يعني زادت البشرية احنا الآن في بداية البشر هذول هم بداية القبائل يعني بعرف أو بمصطلح القبائل ما عليش بس نقطة بس واحدة هل كان فيه ألوان؟ يعني مثلا تلقى الأبياض وتلقى الأسود وتلقى شوف صدقا في هذاك الوقت أنا ما أعرف صراحة في وقت آدم اللي هو في العهد الأول للبشر ما أعرف لأن المعلومات أصلا جدا قليلة عن العهد الأول للبشرية حتى معلومات الأنبياء في هذاك العهد جدا قليلة لكن اللي أنا متأكد يعني بس كانوا قبائلين اللي أنا متأكد منه أنهم في بداية الأمر كانوا قبيلتين قبيلة قبيل اللي كانت تعتبر هي القبيلة العاصية القبيلة اللي يسووا ذنوب واللي دخل عليهم إبليس من كل مداخلهم حتى يعني في وقتهم قبيلة قبيل هذه ظهر عندهم التبرج وظهر عندهم الغناء وظهر عندهم الأعياد والاحتفالات طبعا هذه كلها من الإسرائيليات من الإسرائيليات طبعا طبعا من الإسرائيليات يعني هذه مهمة مذكورة لا في القرآن ولا في السنة لا ولكنها يعني مؤرخة يعني من الإسرائيليات مذكورة عند بني إسرائيل وبني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام بالضبط وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب فإحنا نأخذ فيها من باب الإطلاع وأيضا من باب الإتاحة الدينية اللي جتنا اللي هي حدث ولا حرج على كلهم فهذول القبيلة قبيلة قبيل أو أبناء قبيل كانوا ما نقدر نقول عنهم كفار كانوا عاصين قبيلة شيث وأبناء شيث كانوا بالعكس يعني ناس متدينين جدا ومبتعدين في المكان وفي المنطقة وما كانوا نخلطوا حتى أبناء قبيل وذرية قبيل فصار عندنا هذا أول قسمين من البشر شيث وأبناء وقبيل وأبناء هذول المؤمنين وهبيل ما كان لها نسل لأنها هبيل قتل من قبيل قتل بالضبط قبيل وجماعة العاصين وشيث وجماعة العاصين استمر الوضع كذا إلى مدة زمنين معين قبيل أنت قلت عاصين وعاصين لا عاصين ومؤمنين طائعين مؤمنين شيث المؤمنين وقبيل العاصين ومثل ما قلنا عاصين ومكافرين عاصين فقط استمر الوضع كذا ما بينهم وكل قبيلة عايشة في منطقة حتى يقال أن كانت في قبيلة عايشة في أعلى الجبل والقبيلة الأخرى في أسفل الجبل ويقال أيضا أن كان يفصل ما بينهم بجبل حتى إلى أن جاء زمن من الأزمنة وتخالطوا مع بعض وتخالطوا حتى بقصة مضحكة بقصة غريبة ما أدري إذا الوقت يسبنا نذكرها لكن بما أنها ما هي موضوعنا الرئيسي عندنا الوقت نقول قولها إذا كانت لها دخل في الموضوع طيب شوف بشكل سريع بشكل سريع قبيلة قبيل مثل ما قلت لك أن أبليس لعب فيهم بمعنى أنه اللي يعرفهم على المعازف وعلى الغناء وعلى التبرج وكان كل ما يبغى يعلمهم بأمر كان يتشكل بشكل شكل مثلا شاب كذا صوت جميل ويروح ويغني عندهم يعلمهم مثلا ما أدري إش أدوات العزف اللي كانت عندهم في ذاك الوقت ويعلمهم عليها فيعجبوا في هذا الأمر ويبدأوا يمارسوا هذا الذنب علم النساء على التبرج أيضا كان يتشكل وعلمهم ما أدري حتى إيش مستحضرات الدجميلة اللي كانت في ذاك الوقت لكن أيضا كان عندهم يعني علمهم على التبرج وأنهم يتبرجوا أمام الرجال وأمام يعني الرجال الأجانب بطريقتهم يعني بالضبق وعلمهم على الأعياد يعني بس مداخلة بسيطة يعني كان إبليس يعلمهم بأنه يكون مثاله مثاله أيوة عشان كده أنت يعني كشخص وهذا دخل يعني رسالة بس للجمهور برضو لازم نخلي فيه منفعة الموضوع إنك برضو حتى أنت لابد أنك تكون مثال كويس لغيرك بضبط لازم تكون مثال كويس لغيرك وما تشتغل مع إبليس لأن إبليس كان من الأشياء اللي سواها قبل كده إنه كان يتمثل ويكون مثال سيء لقوم معيني فأن تكون مثال كويس أحسنت أحسنت إبليس على مرة تاريخ أصلا إبليس على مرة تاريخ كان يستعمل هذه الحيلة كان دائما يتشكل ويجسد المثال السيء بأبها حلته عشان ينقل المعصية للبشر على كله بعد ما خلص إبليس من قابيله وجماعته وخلاهم خلاص يعني يدخلهم بالذنوب وظل عنده بني شيث بني شيث هذول مؤمنين يا أخي وتعبوني أنا كإبليس ففي شيء كان مشهور في هذا كل وقت يقال أن قبيل العاصين كانوا نساؤهم جميلات جداً ورجالهم عديد أما أبناء شيث أبناء شيث فيقال أن رجالهم جميلين جداً ونساؤهم عديد ممتاز وخلي هذه المعلومة في بالك أبليس جاء عند رجل من هذول الرجال الجميلين من أبناء شيث وسوس لا إلى أن خلاه يخرج من المكان اللي عايشين فيه ويقترب إلى قبيلة قبيل في هذا الوقت كان عند قبيلة قبيل عيد احتفالات وحيصة والدنيا عندهم نار يعني فخلاه يقترب حفلة خلاه يقترب منهم ويراقبهم ويتفرج عليهم فلفت انتباه النساء اللي هناك وأعجب فيه وحده وإبليس راح عند هذه الأمرأة اللي أعجب فيها هذا الرجل اللي من بني شيث وخليها تلتفت له هذا الرجل أيضاً جميل هي ما قد شافت من بني قبيل مثل جمال هذا اللي من بني شيث وهو ما قد شاف في بنات بني شيث مثل جمال هذه البنت اللي في بنات بني قبيل فحدثت هنا أول حادثة زنا في تاريخ البشر هو سبحان الله حتى لو نطلع كذا في صفات البشر اللي يعني فيهم معاصي وذنوب أو يقوموا بالمعاصي والذنوب ويحرضوا عليها ترى بترجع بتلقى أنه نفس طريقة إبليس على مرة تاريخ يعني هو إبليس ترى أساس كل ذنب أنت قادت كان مثالهم ايه وكان هو المثال كان هو المثال أنا إبليس أخذت يعني من كثر ما فيه أمثلة أنا أخذت محتوى لمدة طويلة عندي في القناة قصة قصة في أعمال السوء كثيرة شهادتي مجروحة فيه في أعمال السوء على كله بعيدا عن هذه القصة القصة الطارفة أول قبيلتين كانوا عند البشر قبيلة صالحة مؤمنة وقبيلة عاصية مر الوقت على البشرية وأتى طوفان النبي نوح عليه السلام وتغيرت هيكلة البشر من جديد مثل ما نعرف في زمن النبي نوح أو في ما بعد طوفان النبي نوح ما ظل فيه ناس قادرة على الإنجاب إلا ذرية مين كانوا ذرية نوح بعد الطوفان بعد ما ماتوا جميع الكفر في الأرض وما بقي إلا الصالحين سام وحام ويافف سام بن نوح حام بن نوح ويافف بن نوح هذول الثلاثة مع نوح عليه السلام يعتبروا الآن هم أبو البشر الحاليين أباءنا أهلا ونوح تحديدا هو أبونا ثم آدم أبونا هو الأب الثاني يقال النبي نوح هو أبو البشر اللي موجودين في العهد الثاني للبشرية آدم هو أبو البشر اللي في العهد الأول زائد العهد الثاني هي كذا المعادلة على كل أبناء النبي نوح الثلاثة هم اللي نقدر الآن نفصل ونتكلم عنهم إن من خلالهم توزعوا البشر في الأرض طبعا يعني الشيء يذكر ما بعد الطوفان النبي نوح اللي حل على الأرض وأغرق وكفره يقال إن حتى شكل الأرض كله تغير من بعد الطوفان قد مرت عليك أنس معلومة إن القارات اللي إحنا فيها كانت أصلا متشابكة مع بعض أيوه، هذه برضو صحيح يعني يقال بأن القارات هذه كانت ملتصقة في بعضها بس كيف تفرق؟ وفعلا صراحة إن الشيء هذا فيه الكثير يعني من الصحة لأن حتى لو تلاحظ القارات شكلها لو تيجي تركبها زي لعبة البازل لما تشوفها بالخريطة تحس إنك تقدر تشبكها مع بعض يعني فعلا تحس إن أفريقيا أمريكا جزء منها وآسيا لا يعني تقدر تشبكهم فعلا على الشكل الجغرافي بالضبط، فيقال إن من بعد الطوفان تغير حتى شكل الأرض وصار فيه قارات بتعادت وما إلى ذلك نوح نزل في منطقة يقال إنها على حدود سوريا مع تركيا مع العراق عن جبل جودي على ما أذكر ومن هناك وزع أبناء سام أنت أمسك الجزيرة العربية واسكن هناك أو الجزيرة ما كان اسمها الجزيرة العربية حام أنت اتجه إلى المنطقة الفلانية يافض انتجه إلى المنطقة الفلانية من هذول الأولاد الثلاثة خرجوا عروق البشر وهم كالآتي سام يقال إن سام هو أبو العرب والفرس والرق حام هو أبو السود والأفارقة على ما يذكر أو بشكل عام حتى كل قارة إفريقية حتى القبط والبرضة أما بالنسبة لي يافض فهو أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وأيضا الصين والمغول يعني شرق آسيا بشكل عام أصبر 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 يأجوج ومأجوج طبعا شوف يو إحنا عاد لو ذكرنا يأجوج ومأجوج بالبداية لهم نظرية أسطورية رائعة يأجوج ومأجوج اللي أنا أعرفه أو اللي متناقل بين الناس وأنا حاب أن يكون برضو لسان الجمهور برضو في نفس الوقت يقال بإنه أجوج ومأجوج مهم بشر يعني يعني ممكن تكون كائنات فضائية أو يكون يعني شيء مهم بشري يعني كائن مهم بشري وعداتهم كثيرة جداً كيف تجي تقول يعني من شيء من شيء؟ مو شيء؟ مو شيء؟ يافث من أبناء يافث يافث من أبناء يافث شوف يأجوج ومأجوج بشكل عام لهم نظريات كثيرة تخيل أن أصلاً 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 يقال أن يأجوج ويأجوج هم أصلاً ما تبقى من الحن والبن في ناس تتكلم بهذا الكلام لكن أرجع لها الحن والبن أي أن الحن والبن اللي يظلوا في الأرض هذول هم يأجوج ومأجوج وحبسهم ذو القرنين وفيه لي يقول لك لا أنهم والله منطقي كثير فيه من المنطق نوعاً ما يعني بتوسيع المدارك التفكر ممكن وفيه لي يقول لك لا هم أصلاً من بني آدم بالأساس وأظن هذا الأمر دينياً من بني آدم وهم يحاسبوا مثلنا مثلهم ويدخلوا لهم حساب في الآخرة فهم الطبيعي أنهم يكونوا من أبناء النبي نوح عليه السلام يعني من نسل النبي نوح عليه السلام ليش؟ لأن لو فرضنا أن يأجوج ومأجوج كانوا مثلاً هم من الحن والبن على سبيل المثال فهم بالأساس يأجوج ومأجوج كفر ومفسدين لما جاء طوفان النبي نوح المفروض أن أغرق كل الكفرة في الأرض فالطبيعي أنه يأجوج ومأجوج يعني خلاص ما يعود لهم أثر لكن بما أنهم مفسدين وكفروا فمعناتهم جوا ما بعد الطوفان ما بعد زمن النبي نوح عليه السلام من أحد أبناءه واللي هو يعفل فهذا يعني الأقرب أنا قريت فيها دينياً أنهم من أبناء يافث لكن الحقيقة في بعض من النظريات اللي ما ذكرتها أنه ممكن يكونون هم سكان الأرض الثانية أو الثالثة أو هم سكان أرض ثانية يعني لأن الله سبحانه وتعالى خلق أكثر من أرض فهل هذه النظرية ممكن تكون صحيحة أو تكون منطقية؟ شوف شوف أنت دخلتنا الآن في موضوع سيح شيء زيب الله يستر يعني من التعليقات خلينا نتفق أولاً على أنه يأجوج ومأجوج من بني آدم كذا مبدئياً نحط قاعدة لنا أي أنهم من بني آدم ومن نسل آدم عليه السلام وما يفرق معنا هل هم من يافث أو من غير يافث على سبيل المثال أنهم يكونوا عايشين في هذه الأرض أو في أرض آخرة هنا بنتجه لسؤال وين مسألة ثانية وشكل الأرض وين الأرض الثانية يا أنس؟ وينها؟ هل هي تحت أرض؟ طيب ترى في نظرية ثانية تقول لك أنها ممكن يكونوا سكان بطن الأرض أو جوف الأرض؟ هل هم في بطن الأرض وأن الأرض هي عبارة عن سبع طبقات وكل طبقة يعني فيها عالم؟ طبقة إيه؟ فيها كائنات إيه؟ أو فيها كائنات؟ نظرية؟ أو هم في أرض جنبنا بمبدأ نظرية الأرض المسطحة التي تتكلم لك على أن الأرض هي عبارة عن سبع أراضي محيطة في بعض لأن ترى أيضا أن مبدأ يأجوج ومأجوج يقول لك أن أعدادهم بالضعف البشر بأضعاف مضاعفة يعني مو برقم بسيط حتى يعني في يوم القيامة أظن من كل ألف تسعمية وتسع وتسعين شخص من يأجوج ومأجوج يدخلوا النار وواحد من البشر العادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تشايف المقارنة يعني تسعمية وتسع وتسعين مقابل شخص أعداد هائلة يا ربي أعداد هائلة فهنا في البعض الصراحي يقول لك أن يأجوج ومأجوج موجودين في أرض أخرى جنب أرضنا لأن بالأساس الأرض المسطعة وترى فيه برضو نظريات ثانية عشان ما يهاجمونا الحين يقولون أوكي أنت تؤمن بالأرض المسطعة ولا تؤمن بالأرض المثلثة النقاشي بسيط فيه نظرية ثانية برضو تقول لك أنها في جوف الأرض فيه نظرية برضو يقول لك أنهم جئين من كوكب ثاني يعني يغزون الأرض أو شيء زيك أنا أقسم بالله يعني كريت رواية لمنصور عبد الحكيم اسمها أرض جوج الرجل يعني صدقا هو كاتب لا يشق له غبار وكتاباته يعني هي ما بين الخيال والحقيقة فكان ذاكر هو أصلا أساس روايته هذه عن يأجوج ومأجوج تشوف وين وصل فيه الخيال وصراحة شيء يشكر عليه لأنه يوسع المدارك يقول لك إنه يأجوج ومأجوج أصلا لما يجوا يغزون وكذا سيأجوا على أطباق طائر يا ساتر هذا مكتوب هو كتب بنفسه تخيض هو رواية فقط يعني رواية خيالية أساس هذه الرواية ترى جميلة وانصحك فيها وانصحك كل اللي يسمعونها هذه أساس الرواية هذه أنه يخليك تعيش دور الشخصية بدأت تعيش أحداث نهاية الزمن هذه الشخصية يتطور موضوحها إلى أنها تصير مستشارة المهدي المنتظر يعني عرفت أن فجأة كذا كان ظهر المهدي صار هو المستشار بعدين ظهر يأجوج ومأجوج بعدين ظهر المسيح الدجال وكان يفسر يفسر الظهور يأجوج ومأجوج كيف هيكون يعني بطريقته يتخيله يفسر المسيح الدجال كيف هيكون يقول لك مثلا المسيح الدجال صح صح ما تقول لنا أنه يطور في الأرض في أربعين يوم صحيح الأرض كلها في أربعين يوم صحيح هو فسر الموضوع أيضا أنه عنده تكنولوجيا عالية منطقي عطاك يعني شيء يحاول كذا هو يوصل لأقرب تصور طيب مالي شوالك تعواردك أياما هل بإمكان الشخص حاليا في زمننا هذا يطوف الأرض في أربعين يوم لا ما أعتقد إلا في طائرة وما حيطوف كل الأرض ويمر على كل مدنها يعني طائرة انا ايوه يمر على كل مدينة ويجلس ويسلم على الكل ويمشي مستحيل صحيح صحيح منطقي صحيح صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا يضرب لك أمثلة في الرواية كثير عن هذا الموضوع على كل يأجود ومأجود والله صراحة الأقرب فيها في أقوال كثيرة عشان ما نخرج من الموضوع أياما نرجع لسالفة البشرية وسالفة كيف انتشرت البشرية إلى جميع أطراف الأرض وجميع أطراف يعني أنا عارف أنه في قصص كثيرة على المسألة هذه لكننا قلنا أن شيث وقابيل كانت قبيلتين اثنتين ومنهم بدأ الناس اللي يتناسلون إلين نوح عليه السلام صحيح ومن نوح عليه السلام اللي هم ثلاثة أولاد يافث والسام وحام ومن يافث قلنا يأجوج ومأجوج والترك والمغول أظن المغول والترك صح ويأجوج ومأجوج صحيح ومن سام العرب والفرس من هذول الثلاثة أولاد كيف انتشرت البشرية إلى جميع الحال البشري إلى الحال أرض عفوكم النبي نوح عليه السلام أمر أولاد هذول الثلاثة أن كل واحد يروح ويعيش في منطقة ما خلاهم في مكان واحد أنت يا سام اذهب إلى الجزيرة العربية أنت يا حام اذهب إلى أفريقيا أنت يا اذهب إلى شرق آسيا وابدأوا وعمروا عمروا الأرض ابنوا وتكاثروا وأنجبوا أبناءوا وأنشروا وكل واحد يجي إلى مجموعة أبناء ينشرهم في منطقة وبهذه الطريقة تكاثر وبعدين أبناء هذا القسم تعرفوا على أبناء القسم الآخر تزوجوا من بعض ظهر عرق جديد وعلى هذه الشاكلة احنا شف أو أنا تحديدا في بقية الأعراق ما عندي الخلفية الكبيرة بقصصهم أنا اللي أعرفه واللي الصراحة يعني اللي تقريبا ستة شهور أفكر فيه هو موضوع أبناء سام اللي هم احنا كعربي يعني من ضمنهم سام أنجب أنجب العرق العربي هو طبعا يعني من خلال سام أتى يعرب يعرب اللي هو أبو قحطان اللي من قحطان أتت العرب اللي تسمى بالعرب العاربة ممتاز بالعرب العاربة العرب العاربة اللي هم أبناء قحطان أي نعم على كلن وأيضا من أبناء سام النبي إبراهيم عليه السلام اللي يقال إنه كان كلداني عيده مرداني كلداني من الكلدانيين ممتاز طبعا طبعا عشان برضو خلينا نذكر الأمور أنا بغا أجيب لك نسب يعرب اللي المفروض يرجع له كل العرب وحطه هنا طويل شوي يعرب بن قحطان بن هود بن شالخ بن قينان بن أرف خشد بن سام بن نوح ممتاز هذا نسب العرب العاربة نيجي للنبي إبراهيم اللي أنا ذكرت لك يا نسبة إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن آرهو بن فالغ بن عابر اللي يقال إن عابر هو نفس النبي يهود عليه السلام بن شالخ بن قينان بن سام عليه السلام بن أرف خشد بن سام عليه السلام على كل أرف خشد يعني اللي هو في نص النسب هو يعتبر يعني جد من أجداد النبي إبراهيم وجد من أجداد يعرب بن قحطان أبراهيم أنجب مين أنجب النبي إسماعيل والنبي إسحاق وهو في الأصل يقال أنه كلداني إسحاق أنجب بني إسرائيل عن طريق ابنه النبي يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل واللي هو أبو الإسرائيليين النبي إسماعيل أخو إسحاق تزوج من قبيلة يقال أنها من قبيلة مو يقال مؤكدة القبيلة هذه قبيلة جرهم من بني يعرب بن قحطان يعني قبيلة قحطانية ولما تزوجهم إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم اللي هو يقال أنه كلداني مع أنه بنفس الوقت يرجع في النسب النبي هود عليه السلام اللي هو النبي هود نبي عربي أنت شايف الشبكة اللي صارة في شبكة في شبكة في شبكة كبيرة وكل هذا أمر ولل جاي أمر آخر فإسماعيل صار عربي بناءً يعني على تزوجه من هذه القبيلة العربية وأنجف العرب المستعرفة طيب جميل بدأوا الناس يقولوا هل النبي إسماعيل أو هل العرب عفواً هل هم عرق هذا السؤال الحقي اللي كنت أبقى سألك إياه يوم أنك أعطيتني النسب هذا كامل شوف عشان نتكلم عن أبناء سام عمومة بعدين ننزل عند العرب أبناء سام عمومة كانوا يتكلموا اللغة السامية لكن بسبب تفرقهم في المناطق مثلاً العرب ظلوا في اليمن أو جزء اللي هو عفواً ابن سام اللي هو أرفخش ظل في اليمن وأبناء ظلوا في اليمن أبناء مثلاً الولد الآخر حتى والله ناسي اسمه أبناء سام اتجه والله وعاش في العراق وبلاد فارس واحد عاش مثلاً في بلاد الشام شفت هذول أبناء سام كلهم كانوا يتكلموا اللغة السامية لكن في لهجات تطورت إحنا مثلاً الآن إحنا متى جات يعني العربية كانت سامية هذا اللي تقصد ايه هي لغة سامية لغة سامية يعرب هذا اللي اسمه يعرب اللي هو أبو العرب يقال إنه مسك كل هذه اللهجات وأخرج منها يعني الخلاصة أخرج منها اللغة العربية وهذه اللغة اللي أخرجها سميت عربية على اسمه يعرب يعرب صحيح بالضبط فمنها خرجت اللغة لكن حتى اللغة ما هي مأزق كبير يعني في استكشافها المأزق الأكبر لسه بنجيه أرجع ويقولك إن اسماعيل تزوج من قبيلة جرهم وخلاص يعني يسمي بإنه نبي عربي أو رجل عربي لكن المبدأ الآن الأساس أو النظرية اللي تطبق هل العرب عرق ولا لغة؟ لو العرب كانوا مثلا عرق نقول إن العرب عرق ولازم إذا هذا الرجل إذا أنت يا أنس نبغى نقول عنك عربي لازم يكون عرقك عربي ونسبك يرجع إلى أول رجل عربي ضغم لو كان هذا يعني كذا إحنا نصنف العرب فهل النبي اسماعيل يعتبر عربي؟ بتقول لي إيوه في ناس قولوا إيوه النبي اسماعيل عرب طيب أنا معك وإحنا ترى الآن قاعدين نتكلم بالنقاش أنا موجاي أقنع بالعكس إحنا نبغى فعلا أنا محتاج إجابة لهذا الموضوع لأنني قاعد أبحث فيه لمدة إذا كان النبي اسماعيل عربي فهل وعربي بالعرق فهل النبي اسحاق عربي أيضا؟ ما هو أخو؟ لا والله يلحقي يعني ما أقول أنا أكون عربي وأخوه يكون رومي مثلا؟ فهمت عليك؟ طيب إذا قلنا إيوه وعاندنا وقلنا إلا العربية بالعرق والنبي اسحاق عربي هل يعني أن النبي قلنا بني اسرائيل عرب؟ فهل بما أنه عم النبي العقوب اليهو اسرائيل عم عربي فهم عرب؟ الموضوع شائك لكن لما نيجي نفسر أن العربي لغة الموضوع يكون أسهل ومنطق أسهل بكثير صحيح لكن تخيل ما بين كل هذه الكلمتين اللي قلت لك بس شو الأصح يعني بس أوضح برضو للجمهور يعني في بعضهم يومك الأصح ما هو معروف يومنا كانت تتكلم عن الأنساب وهذا الشي في بعض الناس يعني ما عندها أفضل عقلية خريطية يعني يقدر يفسر الأمور أو ينشبكوا الأمور مع بعضها تكلمتوا عن أنساب كثير فالأصح من الأقوال هل العرب لغة أو عرق أو عرق لغة أو عرق والله أنا سلمها بس أنا شوف أنهم يعني حقيقة أنت تهت برضو يعني زي أنا اي 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 أنا لأني لأني ليش طرحت الموضوع لأن هم أصلا موضوع قابل للنقاش وبكثرة ولسة أصلا فيه أمر آخر في هذه النقطة العرب اللي قلت لك ياهم أنا هذول اللي هم عرب قحطان وعرب النبي إسماعيل هذول يسموا عرب عاربة وهذول عرب مستعربة عرب مستعربة شوحدنانيين وقحطانيين في كلام يقول لك وكمان من مؤرخين وأيضا حتى ذكر عن بعض الصحابة بمن فيهم حسان بن ثابت يعني أنا ما أعتقد في بيوت الشعر لا والله مو حسان بن ثابت لا 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 نخلط ما بجيب اسماء لأن ما هي منرتب عندي بالضبط أن كل العرب أصلا من نسل إسماعيل قحطانوا عندنا وأن ما في شيء اسم عرب عاربة ومستعربة وأن كل هذا كلام فاضي من الإسرائيليات وأن الأساس أن العرب هم من أبناء النبي إسماعيل وإيش أحد الأثباتات اللي تدل أو تقوي هذه الكلام في غزوة من غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام كان معاه يعني في الغزوة تعرف من قريش ومن الأوس والخزرج اللي هم النصارى النصارى استغفر الله الأنصار 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 من الأوس والخزرج والأوس والخزرج على ما نعرف أنهم من عرب قحطان وقريش من عرب عذنان فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إيش كان يقول لهذا الجيش إرموا على ما أعتقد إرموا فإن جدكم صحيح كان راميا إرموا فإن جدكم جدكم إسماعيل كان رامي لو اطلع لنا ياها أنس بالنص يعني تكون ريحتنا اطلع لك ياها اطلع لك ياها يعني كان يخاطب كل الجيش ويقولهم ارموا فأنا جدكم إسماعيل كان رامي وكان يقصد النبي إسماعيل عليه السلام أو فيما معنى الحديث فيما معنى الحديث بس هذا الحديث مؤكد لما تيجي تنظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش اللي موجود الجيش هذا فيه مننا من عدنان وفيه مننا من قحطان طيب إذا من عدنان جدهم إسماعيل ما على إخلاف طيب اللي من قحطان اللي من قحطان ما جدهم ما هو إسماعيل بمبدأ العرب العاربة والمستاربة فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ينسف نظرية أن العرب في منهم من يعرب في منهم من إسماعيل بل يجمعهم كلهم تحت سقف النبي إسماعيل عليه السلام ففيه عدة يعني عدة اختلافات في هذا الأمر عندي لديك سؤال في المسألة هذه مسألة العرق واللغة هل هود عليه السلام هود عليه السلام كان قبل إسماعيل ولا بعد إسماعيل هذا أولا يعني قبل إسماعيل قبل إسماعيل هود ثاني نبي هود جاء بعد نوح عليه السلام طيب هود عليه السلام ما عليش أنا ما أعرف الترتيب كثير أو أني ما نواثق من معلومات اللي موجودة هل هود عليه السلام يقال بأن هود عليه السلام هو كان من الأنبياء العرب إيه هو من الأنبياء العرب وكان عند العرب البائدة المسألة إيه وكان موجود عند العرب وكان معروف بأنه النبي العربي هود عليه السلام كان نبي عربي يعني إذا كان قبل إسماعيل عليه السلام فالعرب هم أصلا تقريبا عرق موجودون قبل النبي إسماعيل إذن في عرب فالموضوع شائك جدا يعني نقول في الأول والأخير للمشاهدين يعني هل هو عرق أو لغة أنا صراحة أمين للعرق في النهاية جدنا إسماعيل هو عربي نقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزود ولا ننقص قال النبي صلى الله عليه وسلم جدكم إسماعيل عربي جدا إسماعيل عربي خلاص انتهى لاترح تبحث وتعب مخك يعني هو بهض وإحنا في النهاية يعني هذه الأمور لا نكبرها ولا نصغرها فهي يعني ما هي شيء بيدخلنا الجنة أو النار يعني هو باب للتفكر وللأبحار في هذه الأمور واستكشارها يعني حاب أول شيء أشكرك يا يمان على المعلومات اللي أتحفتنا فيها الحقيقة يعني عرفت الكثير والكثير والكثير في هذه الحلقة عن أمور الحقيقة يعني ومن هذه الأمور اللي أنا عرفتها الحقيقة وكنت أصلا مباحث ظلها وأعطيتني أنت يعني نوبدة بسيطة عنها عن شيث عليه السلام وعن قبيل وأنهم قبيلتين فعليا وكيف أن النسل البشري بدأ ينتشر من بعد هذه القبيلتين يعني كانت أول قبيلتين شيث قبيلة شيث وقبيلة قبيل فأشكرك يا يمان على علومات اللي اتحفتنا فيها الحقيقة ونورتنا الحقيقة وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء هو أول لقاء لكن إن شاء الله ما يكون آخر لقاء إلينا هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم ونشوفكم إن شاء الله الحلقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك شهدوه لا إله إلا أنت الصفر كوتوب ولي بتوحشون على الثانين روحوا شوفوا في قناة يمان فيها بعد راسي في فيديوهات كثير في علم الأساطير وفي الأقوال اللي مذكره في القرآن ولا في السنة ولكنها لا تخالف القرآن والسنة والحقيقة القناة جدا ممتعة بحطها كلها الروابط كلها بتلقونا في التسكريبشن بتوحشونها شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة